كان المتحدث أخوه قال عنه أنه يذهب كل تنين لزيارة جدته الوحيدة في القرية كان يتفقد الأرامل والأيثاب والبسكين هم وغم حيرة وتوجع في دارنا ومصاهب تتدافع هي دارنا دار الرحيل وكلنا يوما إلى دار البقاء سنسمعون هي دارنا دار الرحيل وكلنا يوما إلى دار البقاء سنسمعون ما لي أراها بالوجوه حزينة ما لي أراها بالسواد تلفع ما لي أراها بالسواد تلفع ما للعيون بدمعها رقراقة ما للقلوب بأصلها تتقطع ما للعيون بدمعها رقراقة ما للقلوب بأصلها تتقطع ما للصباح ما للصباح ما للصباح ما للصباح أماله من هيبة كي ينجلي وجه الظلام المفزع قالوا تراحل في المساء حبيبنا فقدت بلابلنا هنا لا تسمعون مات الجواد من الخريقة لم يعود يجد الكلام ولا النياحة تنفع زاح الغمام من السماء ألا ترى أن السحائب حولنا تتقشع تلك الشمائل لا تسل عن حسنها ورد وعيطر فائح يتضوع تلك الشمائل لا تسل عن حسنها ورد وعيطر فائح يتضوع رباه رباه ألهمنا اصطبارا إننا بعد الفراق بحبنا نتفجع بعد الفراق بحبنا نتفجع هم وغم حيرة وتوجع في دارنا ومصائب تتدافع هم وغم حيرة وتوجع في دارنا ومصائب تتدافع هي دارنا دار الرحيل وكلنا يوما إلى دار البقاء سنسمع هي دارنا دار الرحيل وكلنا يوما إلى دار البقاء سنسمع هي دارنا دار الرحيل وكلنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر